وقبل ذلك أنتقل إلى الزميلة رماح مفيد في الكنيسة رماح ما هي الأجواء لديك مع التصويت عدم التصويت التأخر في التصويت نعم مريم في الحقيقة كما شاهدتم عبر الشاشات أن هذه الحكومة السادسة والثلاثين تم إقرارها ولكن بأغلبية 60 صوت مؤيد مقابل 59 صوت معارض على هذه الحكومة هذه لأول مرة يكون هناك أغلبية ولكن أغلبية ليست ب61 مقعد هذا المقعد الفاصل الذي يشكل حقيقة أزمة بن يمين نتنياهو في الواقع لطالما كانت مشكلة بن يمين نتنياهو في المقعد الواحد والستين والآن تسم هذه الحكومة بمقعد فاصل بين الأكثرية وبين الأغلبية بن يمين نتنياهو شاهدناه مريم في اللحظات التي سلم بها على رئيس الكنيسة أو رئيس الحكومة الجديد نفتالي بنت صاحب المقاعد الستة والذي أزاح عن مقعد رئاسة الحكومة بن يمين نتنياهو بعد 12 عاماً وأزاح صاحب أكثر حزب وهو حزب الليكود الذي يملك مقاعد وأعضاء كينيسة 30 مقعد يملك حزب الليكود ومع ذلك من يرأس الحكومة السادسة والثلاثين في إسرائيل هو نفتالي بنت صاحب هذه المقاعد الستة كان مصافحة خجولة جداً هو ما حدث وملتقطته الكاميرات لمصافحة نفتالي بنت وبين يمين نتنياهو وكان هناك لحظة أخرى فارقة مريم وهي لحظة جلوس يائر لبيد الذي قاد كل هذه الحكومة حكومة التغيير مكان بنيمين نتنياهو نحن نعرف أن العلدو الشرس لبنيمين نتنياهو كان يائر لبيد الذي قاد حكومة التغيير والذي أثبت عبر هذه الحكومة وربما أيضاً الحكومة السابقة عندما كان شريك لبني جانس بأنه قابل أن يتنازل وبأنه لا يهمه أن يكون الرقم الأول كما نتنياهو يهتم بذلك بل أنه يقود للتغيير الآن هذه الحكومة تخرج إلى حيث التنفيذ غداً صباحاً سوف تعلن الصحف الكبرى بأن رئيس الحكومة الإسرائيلي الجديد هو نفتالي بنتو أن بنيمين نتنياهو بعد 12 عاماً متواصلة برئاسة الحكومة بات هو رئيس المعارضة وهو طبعاً سيكون خصم شرس لهذه الحكومة التي طبعاً تقع وتجلس على أمور بسيطة جداً فارقة قبل أن تتفكك نحن نعرف أيضاً أن القائمة الموحدة التي تضم لهذه الكنيسة هناك عضو كناسة سعيد الخرومي الذي تهدد قريته طبعاً بكل عمليات الإخلاء وتركيز السكان النقب في مدن واحدة وإخلاءها لصالح إقامة وإنشاء مدن يهودية امتنع عن التصويت وهذا طبعاً يدل على أن هناك أصوات داخلية في الحركة الموحدة الحركة الإسلامية التي تعارض الخط الذي اتخذته القيادة الحالية للحزب أو للقائمة الموحدة هناك أيضاً مسعود غنايم الرئيس السابق لهذا الحزب أعلن اعتراضه وقال بأن هذا عبر سفحة الفيسبوك بلحظات قليلة أو بساعة على الأقل من قبل هذا التصويت وقال بأن الانضمام إلى هذا الحكومة يعتبر خطأ جسيم بحق الحركة وبأنه كان يجب التراجع رغم أنه لم يعلن مسعود غنايم انشقاقه عن الحركة إذن هذه الحكومة مريم تخرج إلى حيز التنفيذ طبعاً بأغلبية ضيقة جداً بسبعة أحزاب ولكن فيها اختلافات أيديولوجية كبيرة جداً تواجهها الكثير من المشاكل وبان يمين نتنياهو لن يجعل من حياتها السياسية أو بقائها السياسي طويلة الأمد هو سوف يقوم بكل خبراته وحنكته السياسية بوضع العراقيل حتى تتفكك وهذا ليس بالأمر الصعب على حكومة تجمع بين من يؤيد الاستطانة وبين من يعرضه وبين من يؤيد حل الدولتين وبين من يريد إسرائيل من البحر إلى النهر هناك خلافات أيضاً على كل ما يتعلق بها المواطنين العرب على النقب أيضاً الخلافات الأيديولوجية تشكل عقبة كبيرة أمام هذه الحكومة ولكنها مريم خرجت إلى حيز التنفيذ إسرائيل الآن تعيش في حقبة جديدة نتنياهو ليس هو رئيس الحكومة فيها نتنياهو هو رئيس المعارضة ونفتان لبنت وهو طبعاً صغير في السن المليونير نفتان لبنت هو الذي يقود الحكومة الجديدة وطبعاً العيون شخصة كم سوف تتمكن هذه الحكومة من الصمود عمام كل هذه التحديات شكراً لك رمح مفيد كنت معنا في الكنيسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر